نفسي في حياة طيبة نفسي يكون سعيد في الدنيا إزاي حقق السعادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط وجودنا في الدنيا بأربع حاجات يسعيده الإنسان وده محور حدثنا النهاردة وكلامنا مع بعض مع السادة المشاهدين وحب نتكلم عن أمر مهم جدا تسحى من النوم الصبح نفسك كده هيتعيش في سلام نفسي واطمأنينة في القلب واستقرار في البيت واستقرار مع جارك وعربيتك توديك وتجيبك تفاصيل كتيرة قوي بتخلي الإنسان كده عنده راحة نفسية واطمأنينة قلبية ربنا يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فكرة العمل الصالح مع ربطها بالسعادة والاستقرار والراحة وخصوصا راحت البال يعني الرأس دي لازم تبقى كده مسترياحة والإنسان ما عندوش حاجات جوه عملا تتعارك مع بعضيها ويقولك أنا دماغي مش مستقرة أنا عملا أفكر في حاجات كتير قوي نفسي ربنا يهديلي بالي لو نفسك بجد ربنا يهديلك بالك وتبقى من السعداء في الدنيا والسعداء في الآخرة اسمع الهدي القرآن الجميل ربنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماله يا رب ألفلا نحيينه حياة طيبة يا كل اللي بيشوفونا النهاردة يا اللي نفسكو في الحياة الطيبة الآمنة المستقرة السوية ده العمل الصالح مش مقصود بيه الطاعات والعبادات بس تصحى من النوم الصبح ربنا رزقك بزوج صالح دي سعادة حقيقية ربنا رزقك بزوج صالحة دي سعادة حقيقية البيت اللي احنا بنعيش فيه الشقة أي مكان ربنا رزقك أربع جدران زي ما احنا بنقول كمصريين كده أو عرب أربع جدران عايش فيهم اسمه المسكن الواسع ده سبب من أسباب السعادة كمان الجار الواسع هردت أقول الواسع آه الواسع طب لو واحد ساكن في بيت دايق لا ما هو احنا هنشرح دلوقتي مش معناها واسع يعني مثلا في الأمطار وفي المساحة بس لا ده واسع بحاجات تانية واسع بالاتصال الجميل بين الناس اللي موجودة في البيت واسع بذكر ربنا واسع ان البيت ده يعني فيه طمأنينة فيه مشاركة فيه تعاون دون الزوجين فخلينا نقول الأول أول حاجة الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة بعد كده المسكن الواسع بعد كده الجار الطيب الصالح آخر حاجة خالص المركب أو الوسيلة الهانئة يعني اللي تهنيك وتوصلك بسلام وسعادة وده كلام سيدنا النبي صلى الله على حضراتي وآله أجمعين الحقيقة بلاقي ناس كتير قوي متل أغبطة ومهمومة ومتنكدة وزعلانة وبتشتكي وبتقول لك الحياة ما عادش فيها راحة ما عادش فيها أوقات عيش فيها سعيد إزاي جماعة ده النبي صلى الله على حضراتي وآله أجمعين يقول أربع من السعادة المرأة الصالحة أو الزوج الصالح والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهاني يلا ناخد واحدة وحدة ماشي ممكن أقول حاجة آآآ وحرّتك بتشرح واحدة وحدة كلها حاجات طبعا عليه أفضل صلى الله عليه وسلم هي فعلا بتحقق السعادة يا جوة كل حاجة فيها تفاصيل تفاصيل ما هو المرأة الصالحة دي أوقات هنتخانق فالسعادة هتروح خلينا نقول بقى البيت الواسع ده أوقات الكهرباء هتقطع أو أوقات النيش هيتكسر ولا أوقات المشرفائية فالسعادة هتروح لا طبعا العربية هتقطع بينا أوقات أو ما عنديش أصلا عربية بركب مصلاطي بقى السعادة هتروح لا طبعا أو الجار مساء ممكن يكون طيب أو غير طيب هنشرح بقى ونقول الأربعة ناخد الأول المرأة هي سكن البيت الحقيقي والزوج الصالح هو الكفر والغطى والمسؤول والملتزم عن البيت لما نقول النهاردة ليه عندنا شقاء في أسرنا وفي بيوتنا ليه عندنا حالات طلاق كتيرة قوي بسبب أن احنا ما تعلمناش قبل الجواز يعني هي كلمة جواز ويعني هي كلمة زوج صالح مسؤول بيراعي ربنا ويعني هي زوجة صالحة تكون سكن تعرف حضرتك النهاردة في ظل استرس وضغوط الحياة لما الراجل يحط مفتاح باب شايته ويرجع كده البيت ويلقي آية ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الجميلة اللي بيقول فيها والله جعل لكم من بيوتكم سكنة هو ده النعمة الحقيقية إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك السعادة والراحة والطمأنينة وراحة البال لما تدخل بيتك وتلاقي ربنا رزقك كلنا بيبقى فينا عيوب كلنا على ما ينطبق على بعض أو يحصل بنا ألفة أو يحصل بنا المواد والرحمة اللي موجودة في القرآن ممكن ناخد فترة وده مش عيب يا جماعة وده اللي بنقوله النهاردة وإحنا بندور على السعادة لازم حسن الاختيار في البداية مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يبقى لازم الأول يكون عنده علاقة بربنا يخاف من ربنا يراعي ربنا وزوجة كمان تكون عارفة يعني كلمة أم إحنا بنقول أيه يا دكتور بس برغم كل ده بيحصل خلافات على فكرة أكيد أنت عارفة ليه بقى؟ ليه الناس بقى متخيلة أن أنا أخدت من ترضون دينه وخلقه فلما يحصل خلاف تطير السعادة ليه ما بيبقاش ليه الـ توقعاتنا أن أنا أخدت من اللي أرضى دين وخلق فلازم تبقى سعادة كاملة تامة لا ما بص خالية من أي اختلافات وخالية من أي خلافات ما فيش سعادة كاملة في الحياة يتقلب الإنسان في الدنيا بين الفرق يعني إيه سعادة؟ يعني السعادة شعور بيشعر بالإنسان في وقت لحظي لكن الطمأنينة والسكينة والسلام وراحة البال ممكن تكون لحظات طويلة جدا مستقر فيها الإنسان السعادة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل اللي احنا بنتمحور حوالينه النهاردة أربع من السعادة الزوجة الصالحة وهي السكن والإنسان لما بيتولد في الدنيا بيمنح الحياة من امرأة اللي هي أمه اللي كانت سبب في وجوده في الدنيا وعندما يرزق بزوجة صالحة تمنحه الحب فيستشعر كده بالاستقرار والطمأنينة والسكينة لما تعدي مع حد لأن دي رزق خلي بالك زي ما الإنسان بيرزق كده فلوس ويرزق كده الصحة ويرزق القبول رزق الزوجة الصالحة لكل شاب بيشوفنا النهاردة رزق لذلك كان من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إن ربنا يقر عينك بزوجتك ويقر عينك بزوجك يعني تقر العين هي دي السعادة اللي حد تجب تسأل عنها إن الإنسان أول ما يدخل بيته تقر عينه بزوجته الصالحة يأكل من إيديها ومزبطة البيت وأميرة في بيتها وهو كمان أين بمسؤولياته ومتشارك ومتعاون معها المعنى الحقيقي ده لما فقد في بيوتنا النهاردة يا أستاذ إيمان دخل بقى الشقاء والخلاف والطلق المبكر والمشاكل اللي احنا بنسمع عنها النهاردة في حياتنا الاجتماعي الكتير قوي لذلك كان حرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبتدي عمود البيت الزوج والزوجة العمود الحقيقي للسكن والاستقرار في البيت والسعادة في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله نمبر ون علاقتك بربنا القوية وتقوىك لله ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالح والزوجة الصالحة هنا ممكن يكون زوج صالح وزوجة صالحة إذا نظر